اهلا وسهلا بكل الاصدقاء والصديقات حلقة جديدة من حلقاتنا على المشاهد تيفي نخصص هذه الحلقة لما يسمى بليلة لامة او طقس لامة والمثل الشعبي اللي بغى اللامة غادي يتعامى تقول القصيدة كتعجبني الرأي الحمراء كتعجبني في النظرة اياك قطعات العداوة وما تبقى على الرخاوة وياك شعب ناساوة وراك رأي مغربية ورا العسة وطنية واللي بغى اللامة يتعامى في العيطة الملالية كيقولوا الناس دي البني منال خاصة في قصيدة الشجعان اللي بغى اللامة يتعامى ومعناها يعقول اللي بغى الولاد يتسوخر هذا المقطع الغنائي غنىه احتى الناس الغوان اشنو هو الطقس اللامة او ما هي اللامة وما علاقتها باللائم والملائم ام عندها علاقة بالملائمة هذا ما سنعرفه بالكثير من التوضيح ابقوا معنا من طبيعة الحال هذا المقطع الغنائي لفن العيطة تغنت به مجموعة الناس الغوان من طبيعة الحال نطرح السؤال ما هو المقصود بطقس اللامة وهل له علاقة باللائم وبالملائمة ام له علاقة باللائمة اي حينما نلقي باللائمة اي نتسبب في ما وقع او ما حدث لشخص اخر ثم سؤال اكتر عمقا في التاريخ ما علاقة هذه اللامة بطائفة العكاكزة الذين كانوا بالمغرب منذ نهاية الدولة السعدية وهل لهم علاقة بهذا المقطع الغنائي اذا ننبش في هذه الكلمات يعني قسيدة الشجعان للحفر والبحث في مضامنها عن هذه الطائفة وما تمارسه من طقوس اذا تتحدث المصادر التاريخية عن طائفة العكاكزة ان لهم قرآن خاص بهم ولهم طقوسة خاصة بهم وهم متواجدون بمناطق متعددة من شرق المغرب الى تخوم تادلة وابن ملال والسراغنة وارحامنة ليلة اللامة هي طقس اباحي وجنسي ماجن معروف عند هذه الطائفة وخلدوه بهذا المقطع الغنائي لبغى اللامة يتعامى اي ان يتجنب هذا الطقس الاباحي وان لا ينظر اليه حيث تختلط النساء بالرجال دون تمييز بين زوجة فلان او زوجة علان وتتم ممارسة الجنس حتى الصباح في طقوس اباحية ومن لم يرغب في ذلك عليه وحفاظا على نسله ينسحب من ليلة اللامة ومن ليلة الغناء التي يستبح فيها كل شيء المعروف ان بعد نهاية الدولة السعودية او تفكك الدولة السعودية ظهرت الكثير من الطوائف الدينية وطوائف الصوفية التي شرعنت للكثير من اتباعها ما يعرف بليلة اللامة لهذا جاءت العيطة الملالية خاصة قصيدة الشجعان الطويلة لتخليد طقس اللامة فمن رغب في ذلك لا لوم عليه ومن اراد الابتعاد عن ذلك لا تلقى عليه باللائمة الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة كان معكم عبدالله السورة والى لقاءات متجددة بحول الله لا تنسوا دعمنا في هذا القناة والى لقاءات اخرى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قبل ما تخرجوا لا تنسوا تابنوا في الاشياء يوتيوب وبرتجوا الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا تديروا جم اشتركوا في القناة